وقال أيمن نور زعيم حزب غادي الثورة إن هذه التسريبات تمت في وزارة الدفاع وإن هذا يدل على أن هناك صراعا داخل المؤسسة يتجلى في هذه التسريبات وأضاف نور أن التسريبات الأخيرة كشفت أن انتخابات الرئاسة كانت غير نزيهة وأثبتت أن سيسي استغل موارد الدولة لخدمة حملته الانتخابية التسريبات الأخيرة التي تمت بالأمس واليوم تضرب بعنف مسألة نزيهة الانتخابات الرئاسية التي أتت بالسيسي رئيسا لمصر هذه الانتخابات تمت في إطار مرشح كان يستغل موارد الدولة كان يستغل عقود الدولة يستغل مؤسسات الدولة بقدر أستطيع أن أقطع وأنني كنت مرشح منافس أو وصيف لمباركة انتخابات 2005 أستطيع أن أقول أن مبارك نفسه لم وكان رئيسا للجمهورية لم يتمكن من استغلال كل موارد الدولة بهذه الصورة الفجة التي تمثل جريمة في قانون الانتخابات الرئاسية هذه جريمة معاقب عليها